لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هذه نقطة اما الجانب العملي اولا ان دونالد ترامب انتهي ولايته هذا القرار قد يشطبه هو اعطاه بتغريدة وقد يشطبه بايدون بتغريدة اخرى ممكن جدا في حالة الابقاء عليه ما الذي سيترتب عليه تبقى امريكا في العرف الدولي انها حقيقة هي قوة عظمى ولكن تبقى دولة ككل الدول هي ترفضت الصحراء الغربية هناك دول تعترف بها كدولة هناك دول تعترف بحق المصير تقرير المصير معناها الصحراء لا هي صحراوية لا هي مغربية انها مدرجة ضمن اطار الحق في تقرير المصير معناها انه يجب ان تكون هناك مفاوضاتات سياسية في اطار العمم المتحدة واجراءات عملية ستفضي الى حل نهائي الى هذه الازمة قد يكون الحل ان الصحراء يقررها الصحراويون كمغربية او غربية غربية هذا شيء اخر وهناك من يدعم المغرب اذا ثلاثة مواقف متباينة اذا ما الذي اضر بهذه القضية من طرف الدول التي لا تعترف بها فرنسا دولة عظمى من الست الكبار في مجلس الامن تدعم الاطروح المغربية ولكن ذلك بالرغم من كل ذلك لم تؤثر عمليا على المطالب الصحراويين انا هنا اتكلم بحيادية مطلقة بحيادية مطلقة حتى ليفهم كلامي تفسير لأي جهة اخرى اما الجانب الاستراتيجي بلا ادنى شك ان المغرب حقق مكسب ديبلوماسي مع الولايات المتحدة الامريكية ومكسب ديبلوماسي اه عندما يكسب اسرائيل في صفه معناها كسب كل اللوبيات الاسرائيلية الموجودة في العالم ونحن ندرك دور هذه اللوبيات في صناعة القرار بالنسبة للدول الغربية معناها انه حقق مكسب استراتيجي ولكن هل هذا المكسب الاستراتيجي سيزيده قوة او لا هذا شيء قد يزيده قوة على المستوى الدبلوماسي ولكنه لن يزيده قوة على المستوى العملي داخل الصحراء الغربية اذا اتجه الصحراويون الى المقاومة مجددا لن يثنيهم ذلك دعم امريكا لاسرائيل على مدار هذه السنوات لم تنهي المقاومة في فلسطين دعم امريكا ايضا الى كثير من القضايا في العالم لم تنهي حقها في تقرير مصيرها وشفنا المواقف الامريكية المتخادلة مع كثير من الدول كسوريا بحب ذات التي شاهدت الثورة الشعبية ورغم ذلك لم ينهي الامر لصالح نظام الاسد ولا لصالح الطرف الذي تريده امريكا لذلك انا اعتقد بان هذا الموقف في كل هذه الجوانب ولكنه لن يضيف شيء قوي كبير سيؤثر ان اصر الصحراويون على قضيته اما اذا تمزق الصف الصحراوي هذا شيء نزيد نكشف امر اخر هنا حتى لا اكثر الكلام في هذا الموضوع وهو ان المفاوضات التي حدثت فيها امر اخر مهم جدا يتمثل في استهداف جبهة البوليزار كيف سيتم استهداف جبهة البوليزار عندما تعترف امريكا بان المغرب لديه سيادة على الصحراء الغربية وان لديه ان الحكم الذاتي هو الحكم الذي تعترف به الولايات المتحدة الامم المتحدة ردت ان مواقفها لن تتغير اذا ان الامم المتحدة في واد والولايات المتحدة في واد قد ان الولايات المتحدة تعطي شرعية قوة الى الموقف المغربي على مستوى ما اقدر نسميه بلطجة دولية ولكن على المستوى الشرعية الدولية لن تضيف له شيء خاصة مدامة الامم المتحدة متمسكة بخيارها الذي تدافعه لذلك ان الامر لن يعد زوبع في فنجا ذكرت ذلك هنا حتى لا انسى ذكرت ذلك في اطار لو يبقي بايدن على القرار الذي وقعه ترام في اخر ايام واعتقد بانه مريد ان يترك ملفات فيها اشكاليات للادارة الجديدة هذه واضحة ولكن اذا شطبه بايدن ما الذي كسبه المغرب المغرب بلا ادنى شك تنازل الاعتراء قضية التطبيع والعلاقات مع اسرائيل تنازل عن دور يوما ما خيل للمغرب بانه يلعبه في اطار قضية فلسطينية تقول لي ان المغرب يقول بان المغرب الان لن يتخلى عن القضية الفلسطينية هذا كلام للاستهلاك الاعلامي امر اخر ان كل العالم يعترف بالوجود اسرائيل هذا حقيقة في اطار الشرعية الدولية وفي اطار حل الدولتين الاشكالية في قضية تطبيع العلاقات والعلاقات الدبلوماسية هنا اما قضية الاعتراف رهي مسلم بها على مستوى الشرعية الدولية ووفقا لقرارات الاممية هذا امر اخر اذا المغرب هنا هل يستطيع المغرب بعد ذلك ان يقطع علاقاته المغرب تورت الان في علاقاته مع اسرائيل اذا شطب بيدن هذا القرار او هذا الاعتراف هذا مشكلة كبيرة واذا لم يشطبه هذا ما سيترتب علي انا قلت لكم ان المخطط لو بقي ترامب وبقيت ادارة ترامب فان الربع سنوات القادمة ستشهد ما يلي ادراج جناح العسكري لجبهة البوليزاروي في قائمة الارهاب الدولي اني مؤكد وهذا هو المتفق عليه مع اسرائيل قضية انطبع العلاقات مع اسرائيل امريكا تعترف لي بسيادتي على المغرب ما الذي ستوضيفه وستفتح قنسولية في الداخلة ما الذي ستوضيفه للقضية عدة دول فتحت قنسوليات واشتراها بالفلوس اشتراها دول افريقية فتحت قنسوليات في العيون الداخلة في اطار صفقات جاءت الان صفقة اخرى وهي صفقة كبرى تتعلق بقضية اخرى تتمثل في قضية فلسطين ان على حساب الفلسطينيين جاءت هذه الصفقة واضح جدا ان الامر لن يقتصر على هذا الاعتراف لو بقيت ادارة ترامب سنشهد قرار ادراج جناح العسكري البوليزاروي في قائمة الارهاب الدولي وبذلك ساء تكون هناك ورطة كبيرة الامم المتحدة لن تفعل لكن تبقى امريكا كقوة عظمى قد قد تفتح قواعد عسكرية في في المغرب الان هي سلحت المغرب بطائرات وكذا ماذا الان المغرب اعطيته الامريكا الضوء الاخضر بسيادته على الصحراء ماذا الان المغرب لو شن هجومات بالطيران ضد المناطق التي تصفها البوليزاروي بأنها مناطق محررة ما وراء الجدار الرملي فهناك ايضا طرف اخر روسيا هي قوة عظمى وندرك مواقف روسيا انها من حيث المبدأ اعطت الحق للصحراوين بتقرير مصيرهم وانها تدعم الحوار والحل لهذه الازمة التي تعتبر اعرق مستعمرة ما زالت تعاني من ويلات عدم حلها اذا الاشكالية الكبرى هنا في هذه الحالة اذا وصلت الامور الى ادراج الجناح العسكري الجزائر ستكون تأثيرات سلبية على الجزائر الجزائر ستعاني من اي ناحية انها يصير عند البوليزاريو قوة عسكرية متواجدة على الاراضي الجزائرية في تندوه هنا الجزائر ستحاول تفرض عليها امريكا ربما تصل الى درجة العقوبات الاقتصادية من اجل تجفيف منابع البوليزاريو معناها هنا اشكالية كبيرة للدولة الجزائرية اما اذا لم تفعل يعني غادر غادر ترامب جاء بايدون اذا توجه بايدون اذا هذا الاتجاه فهو سيكون كارثي وانا لا اعتقد بانه سيتوجه الى هذا الاتجاه ولا انه بصدد مباشرة شطب هذا القرار ربما بعد فطرة بناء على ما يستجد امر اخر لا يمكن لا يمكن ان ينهي هذا القرار الذي فيه الطرف اسرائيل المغرب العب اللعبة بطريقة صحيحة بالنسبة له وقويا بالنسبة للدوائر المغلقة والدولة العميقة في الولايات المتحدة الامريكية لذلك لا يمكن ان بايدون يأتي الان ويشطب هذا القرار الذي هو ثمن هذا القرار هو ثمن تطبيع العلاقات ما بين اسرائيل والمغرب هذا هو الثمن اذا سحب الثمن معناها البيع انتهت واذا انتهت هذه البيع وهذه التجارة معناها اللوبيهات والاسرائيلية في الولايات المتحدة الامريكية ندرك مدى نفوذها ومدى قوتها ستكون طرف خصم لجون بايدن لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله